الادة مأخوذة من العدد والحساب لان لها عدد ايه هي الادة المدة اللي حددها الشرع بعد الفراق ايا كان الفراق طلاق او موت ويجب على المرأة ان تنتظر فيها حتى تنقضي ليه طبعا علماءنا علشان برائة الرحم والحفاظ على الانساب فيطلعونا الجماعة النهاردة بتقول القلم دخل في كل شيء اقولك ايوة طب ما هو تروح تعمل صنار سلاسيتي لا بعده تقولك ان الرحم تمام وتتجاوز لا عندنا معنى تاني ربما لا يعرفه من يعترف بالمادة ولا يعرف المشاعر الاسلام برعيه اسمه تعظيم خاطر الزوج والزوجة ورفع قدره واذهر شرفه واحدة متطلقا بارح تيجي تجاوزها النهاردة لسه قلبها مكسور ولسه عقلها مشغول فالاسلام بيديها فرصة تستبرئ رحمها وتسترجع ما فات منها وكذلك الزوج الكلام مش على الزوجة بس الكلام على الاتنين طيب واحدة زوجها مات فلابد وان تظهر شرف الزواج في فترة الاسلام حددها علشان يدي فرصة لواحد فيهم ساعة الطلاق يفوق ويرجع ويندم لعله يراجع نفسه واللي مات زوجها تعرف قيمة الزواج وتعرف النعمة اللي هي كانت فيها وبعد كده ييجي الاحتياط لحق الولد او لحق الرحم كما نكون فهمنا كده ان اسباب الزواج اما الوفاة واما الطلاق في الحالة اللي فاتت قلنا الطلاق خلي بالكم ان الادة اتنين وستين يوم لانها تلات دورات ماهيش تلات شهور تلات شهور دي الحالات مخصوصة قلناها قلنا المين قلنا للست اللي كبرت اوي فما عادتش اتحيد او البنت الصغيرة اوي اللي ما عادتش اتحيد ماشي كده وما يفهمش من كلامي ان الشيخ بيبيح زواج القاصرات لا انا بقولك الدين لكن انا مليش علاقة بما يحدث لكن انا بقول اذا بتولي احد من هذا هتبقى العدة ازاي جوزه بنته وده غلط تحت السن وما كانتش لسه بطحيد يبقى نعمل ايه وطلقت نعمل ايه انا بقول كده عشان بس الناس تفهم كويس اوي خلاص قبل ما اخش برضك على قصة العدة واحنا بنتكلم على المفارقة خدوا بالكم وده كلام بقولوا لكل اب وبقولوا لكل ام لما تحصل للمفارقة بلاش نقس الطرفين يعني ايه حضرتك خدت الولاد بلاش اقول لهم ابوكم مات وبلاش اقول لهم ابوكم سيء وابوكم كان فيه عبر الدنيا ونفس الامر حضرتك لو خدت ولادك بلاش عارف ليه لانك لما بتحرم ام من ولادها او لما بتحرمي اب من ولاده حرام على الحارم رائحة الجنة يوم القيامة اوعي تفتكروا ان انتو بتعملوا حاجة حلوة في دنياكم انا بقول لكم الكلام ده لان القلب يعتصر ألما خدوا بالكم الناس مما ينشر في الاعلام بيخافوا بيترعبوا الناس من اللي عادوا بيسمعوا بيترعبوا هقول لكم على حاجة وان كان ما ينفعش تقالوا على هلالكم ولكن اسأل الله ان يطيل عمر ابي وان يحسن عمله ابويا ربنا يدله العمر والصحة اخر مرة رحتله فقال لي كلمة عجيبة قوي قال لي انا عنت بسيب الباب مفتوح علشان لو موت تيجي تفتح الباب على طول علشان انا بسمع الناس اللي رحتها بتطلع ومحدش بيسأل عليها مش معنى كده انا بسألش على بوي انا كل يوم عنده لكن انا بقول لك الناس بدأت قديتي ترعب وبقول لك الكلام ده لانه سمع عن واحد اطلقت زوجته وخدت عياله والراجل فضل ميت 3 ايام ما حدش عارف عنه شيء لحد ما الجران هم اللي سمعوا وولده معاه في نفس الامارة خلي بالكم متخيلين انتو الاسل اللي بقوله لكم قديه وحدة تاني والله عندنا في الشارع باقسم بالله ماتت في نفس الامارة ولادها اقسم بالله ظلت 3 ايام لما الشمس اكلت جتتها ولا غسلوها ولا كفنوها لا عملوا اي شيء وشالوها طبعا في الحالة دي احنا بنقول اللي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه خدوا بالكم بفعل ده يأثم من علم ولو علمت الامة كلها اثمت الامة كلها لكن المقصود بالاسم من علم يعني علم افراد عيلته عيلته تأثم علمت العمارة العمارة تأثم علم الشارع الشارع يأثم انا بقول كده خلي بالكم لما الامة تأثم يعني لو الامة كلها علمت لكن الناس اللي معلمتش هي زنبائي لكن انا بقول لكم الاسى قد ايه لما يكون الولاد معنا في العمارة وما يعرفوش عن الام شيء ولا الاب شيء فمش معنى الفراء يا جماعة ده ربنا بيقول في القرآن وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تخيل والله انا بسأل واحد الاسبوع اللي فات بقوله وابوه ساكن معاه في نفس الشارع بس مخصمه بقوله يا فلان يعني انت معدتش على ابوك كده وسلمت عليه مش هتعدى عليه في المولد النبي اقسم لي بالله العظيم بقال له سنة ونص ما شاف ابوه بقسم بالله بقال له سنة ونص ما شاف ابوه وابوه ساكن معاه في نفس الشارع شفت المصيبة قد ايه شفت الجود قد ايه شفت لما ربنا اتكلم في القرآن ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وبعدين القرآن قال للحجارة مظلومة كمان او اشد فبالله عليكم مش معنى الطلاق معنى هدم كل الاسر لاب يسأل على ولاده ولا ام تسأل على ولادها ولا يعرفوا ارارهم بالله عليكم الرحمة فين بماذا تنزع الرحمة انتو الامر موفقش لحد كده عدوا الى كتاب الله خلينا ارجع لموضوعنا بسرعة طيب واللي ماتت زوجها اللي مات زوجها اربعة اشهر وعشرة خلاص كده طيب ركز معي طيب والحامل وضع حملها يبقى المطلقة سلسة قرؤ اللي بتحيط اللي ما بتحيطش ثلاث شهور الحامل عداتها وضع حملها خلي بالك والمتوفى عنها زوجها كام اربعة اشهر وعشرة امتى العدة تبتدئ من وقت حصول المفارقة فورا بنبدأ نعد مات النهاردة يبقى من بكرة العدة مات مات طليقة النهاردة من بكرة نحسب العدة صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب اللي بيلزم الانسان المعتدد دي اللي بيلزم يحرم عليها الزواج مينفعش تجوز هو في العدة طيب وبعدين يحرم عليها الزينة لغير زوجها اذا كانت مطلقة طيب اذا كانت معتدة من وفاة لا ينفع زينة ولا ينفع كحر ولا يلفع ملابس فرح ولا ينفع تخرج من بيتها الا للضرورة لكن لازم اقف هنا خدوا بالكم واحدة عندها سبعين سنة وبتكلم الناس اللي بتفهم بكلم الناس اللي بتعقل دي الربنا مش جاي شق على الناس دي الربنا مش جاي عصر حياة الناس دي الربنا مش جاي خرج الناس من هدومها واحدة تتصل تقول لي عم الشيخ انا اتصلت بفلان الفلان وبعدين قلت له جوزي مات وبعدين انا مش قادر اعد واحد انا ست مريضة عندي سبعين سنة تمانين سنة ولادي كل واحد في بيته ينفع روح ابات عندي لا لا يا جوز ملعونة يا عمي على رسلك يا عمي الله يرديك الاسلام لازم نفهمه او لها روحي واحدة بتقول لك سبعين سنة هل ينظر الى مثلها هل يرجى منها الزواج او يرجى منها ان ينظر اليها يا اخي ركز وبعدين بتقول لك مش هعيش لوحدة هعيش لوحدة اموت انا ست مريضة فضلا عن الحزن الذي توارس عليها طبعا عايزة اخرج اقدم صالحي عايزة اعمل ورق عايزة عايزة يبقى الخروج للضرورة والضرورة تقدر بقدرها واحدة موظفة لو قعدت اربع شهور وعشر في البيت هيفصلوها يا حبيبي يبقى تعمل ايه هتنزل شغلها وتروح شغلها عادي انما تلتزم بالضوابط الشرعية لا هتلبس لباس فرح نعم لا تلبس لا تلبس فلا باس فرح ولا هتفعل شيء خالص من هذه الامور التي قد تسير الاعجاب لكن لو ست من اللقية خلاص بقى القواعد من النساء يبقى لا حرج عليها ولكن وفق الضوابط